اشتركوا في القناة والعزام طبعاً بنتكلم عن ألم اليد اليمنى اللي هو بيمتد من الكتف إلى الأصابع بتختلف طبيعة هذه الألم طبعاً بالاعتماد على السبب ممكن بعض الناس يعانوا منها أو يشعروا بها طوال الوقت وبنجد أن أشخاص آخرين بيعانوا منها في حالات معينة زي في بعض الأوقات عند تحريك اليد أو رفع اليد هذا الألم ممكن يكون حاد جداً ممكن يكون شديد الألم للدرجة أن الشخص يكون غير قادر على الممارسة أي نشاط أو القيام بأي مجهود إذا كان طبعاً ألم اليد ناتج عن طرف العصاب فبنجد أن اللي بيميز هذا الألم هو التنميل أو الوخز بيكون من أشهر الأعراض الشائعة لهذه المشكلة طيب إيه لو جئنا كاماً عن الأسباب المحتملة وراء ألم اليد اليمنى اللي بيمتد من الكتف إلى الأصابع من أشهر هذه الأسباب متلازمة النفق الرسغي هذه المتلازمة عرفنا أن هي بتحصل نتيجة وقع ضغط على العصب المتوسط أثناء مروره برسغ اليد والعصب المتوسط ده العصب المسؤول عن إيصال الإحساس للإبهام والسبابة والوسطى والبنصر في أصابع اليد بيؤدي استخدام اليد المتكرر وإجهاد اليد بشكل متكرر زي القيام بأعمال مكتبية الكتابة الفترات طويلة أو استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس والضغط على منطقة رسغ اليد بيؤدي إلى زيادة الضغط على العصب المتوسط وده بيسبب ألم وخضر وضعف بيمتد من الأصابع إلى اليد ممكن يصل إلى اتجاه عكسي ويصل إلى الكتف الأمر الثاني أو السبب الثاني هو إصابة الضفيرة العدودية الضفيرة العدودية دي شبكة من العصاب بتمتد من الرقبة عبر الكتف إلى الزراعين ممكن الضفيرة العصبية العدودية دي تتعرض للضغط بوسط الأعضاء أو العظام أو الصدمات أو تصبب الورم أو الالتهاب وده بيسبب ألم وضعف بيأس على حركة العنق والكتف واليد من الأسباب أيضا التهاب الأوطار الأوطار عبر عن أنسجة لفيا سميكة بتربط العظام بالعضلات لكن ممكن تسبب حركات متكررة ليد تؤدي إلى حدوث التهاب فيها من الأمثال عليها متلازمة مرفق التنس اللي هي بيصيب أكتر لعاب كرة التنس نتيجة الحركة العنيفة والقوية اللي معصم اليد بتتطور هذه المتلازمة نتيجة الحركة المستمرة والمتكررة للسعاد والكوع وبتؤدي إلى التهاب الأوطار طبعا هذه المشكلة لا تصيب لعاب التنس فقط لكن ممكن تصيب أيضا الأشخاص اللي هم بيعتمجوا على المهارات اليدوية بشكل كبير زي الرسامين أو الجزارين أو السباكين أو الأشخاص اللي بيستخدموا الكمبيوتر أيضا لفترات طويلة من أسباب أيضا الشيخوخة بيحصل ضعف في المفاصل وتأكل الغضريف وعشاشة للعظام ده طبيعي جدا مع تقدم العمر لأن مع تقدم العمر بتبدأ معروف أن كل من الإنسان بيتقدم في العمر عمليات الهدم في الجسم بتكون أعلى من معدات البناء وبالتالي بتبدأ خلايا الجسم بشكل عام في الضعف تدريجيا على كافة أجزاء الجسم فبتبدأ يحصل ضعف في المفاصل بيحصل تأكل الغضريف بيحصل عشاشة للعظام مع تقدم في العمر طيب نتيجة هذا الأمر بيسبب زيادة احتكاك العظام ببعضها فبيسبب ألم في اليد أو الكاتف أو الأصابع أو غيرها من أجزاء الجسم أيضا من الأسباب الإصابة الإصابة زي الحوادث بتسبب الإصابات زي الحوادث حوادث عنيفة بيتعرض لها شخص أو السقوط بيؤدي زيك لإصابة الأوطار أو الأربطة أو العضلات في اليد وده بيسبب ألم إلا أن طبعا هي حالة ممكن شفاء منها سريعا من خلال الالتزام بتعلمات الطبيب رائحة اليد تناول المسكنات ولو في استدعى طبعا تكبيس هذه المنطقة أو تدعمها بحيث أنها لا تتحرك لفترة من الوقت هيسرع من عملية الشفاء لو جاءنا أتكلم على علاج ألم اليد الممتد من الكاتف إلى الأصابع بتختلف طرق العلاج طبعا في اليد اليمنى ألم اليد اليمنى من الكاتف الأصابع بناء على السبب مهم جدا يكون التشخيص الأول دقيق وصحيح لأن التشخيص الدقيق والصحيح في بداية الإصابة بيؤدي إلى زيادة فرصة الشفاء والهلاج وبالتالي التعافي بشكل صحيح وسريع خيارات العلاج بتبدأ بخيارات بسيطة بتشمل الراحة ممكن تناول مسكنات الألم أو مضادات للتهاب مرورا بممكن الحعان الموضعية مثل الحعان الكورتزون ممكن في بعض الحالات الحالات الصعبة أو المتطورة يسأل الأمر إلى الجراحة طيب إذا كانت الأعراض شديدة على رغم من الآلاج لازم يراجع الطبيب على الفور لما نحدث أي ضرر إضافي أو دائم يعني لو الإنسان بدأ ياخد علاج بسيط لكن المشكلة ما فيش تحسن ده المشكلة بتسوء أو الألم بيزداد في الحالة دي لازم يراجع طبيب فورا لأنه ممكن يكون فيه مشكلة فيه تلف في العصاب أو فيه ضرر كبير على العصب وبالتالي الطبيب ممكن يطلب إجراءات أكتر توضيحا لهذه المشكلة الطبيب طبعا ممكن يطلب تصوير أشعة على الزراعة بالكامل ممكن أشعة مقطعية أو أشعة رانين مغناطيسي لو فيه مشكلة في الفقرات أو العصاب ممكن طبعا يطلب رسم عصب ورسم العضلات علشان يتأكد من سلامة التوصيل الكهرابي والتآذر الحركي ما بين العصب والعضلات في الزراعة المهم إن المشكلة لو ترافقت مع أعراض استمر الألم أكتر من يعني ثلاث أيام متواصلة والمريض أصبح غير قد على التحمل في الحالة دي لازم يتوجه للطبيب فورا لإجراء الفحصات اللازمة ده كان أهم المعلومات عن متلازمة ألم الزراع الأيمن من الكتف إلى الأصابة تكلمنا عن الأسباب وطرق العلاجة المتاحة في النهاية بنتمنى سلامة الجميع ونلتقي بإذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد